السلام عليكم ازايكم يا اصدقائي اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهاردة فيديو هنتكلم على منتدى سلك رود في العرب منتدى السلك رود في العرب من المنتدى القديمة جدا اللي مهتمية بنظام سلك رود ولعبة سلك رود وكل ما يخص بسلك رود النهاردة بقى المنتدى بقى ريفرنس ليك ان انت تشوف اي شرحة واي حاجة لها لقى باللعبة تقدر تبص عليها في المنتدى هتلاقي شرحات في المنتدى لكل البلدات بتاعة اللعبة وكل انظمة اللعبة هتلاقيها في المنتدى وازاي تعمل برايفت سيرفر وكل الشرحات الخاصة بالبرايفت سيرفر والجديد النهاردة اللي انا عايز اركز عليه ازاي نتعامل في المنتدى في قسم البيع والشراء بتاع سلك رود اونلاين اللي هو ده وازاي عملنا مواضيع جديدة وعملنا اقسام جديدة للسيرفرات الرسمية زي السيرفر التركي والسيرفر الروسي طبعا ده عشان نواكب العصر فده خلينا نركز ان احنا نهتم بالتلات حاجات دولة اللي ايه الحاجات الرسمية السيرفر الاصلي والسيرفر التركي والسيرفر الروسي عشان نسهل على الناس موضوع البيع والشراء طبعا احنا عارفين على جروب الفيسبوك لو بتاع سلك رود في العرب احنا سامحين بالبيع فقط يوم الجمعة فقط لانت تنزل وبليه شروط معينة المنتدى هيزود الموضوع ده مع ان المنتدى تقدر هتبقى منصة بيع وشراء للسيرفرات الرسمية التركي والسيرفر الاصلي تقدر تبيع في حسابك او تقدر تبيع اي ايتم او اي جلد داخل اللعبة من هنا عملنا قسم البيع والشراء سلك رود اونلاين ده موجود من زمان ومعظم الناس كانت بتنزل عليه موادية والناس شغالة به والريديم بس مش كل الناس عارفة عقسم ده انه هو لسه شغال فاحنا في الفيديو ده هنأكد على كل الناس ان القسم ده شغال بتاع سلك رود اونلاين والقسم الجديد اللي هيبقى موجود معانا قسم البيع والشراء للسيرفر التركي طيب تعالى نوريكم ازاي تعمل موضوع في قسم البيع والشراء ازا كان للسيرفر التركي او للسيرفر الاصلي وازاي بيا حسابك او تبص على الاعلانات الموجودة وتشتري حساب او تشتري جلد في السيرفرات دي او تشتري اي ايتم في السيرفرات دي طيب هنيجي اول حاجة هنعمل لازم ننشئ حساب عشان تعرف تعمل اي اعلان على المنتدى او تشوف الصور اللي حطيتها اي حد بيعلن في المنتدى هنيجي نسجل حساب على المنتدى من هنا كلمة التسجيل فوق اهي هدوس عليها كده ويظهر لي تاريخ ميلادك هنكتب اي تاريخ ميلاد هندوس استمرار بعد كده شروط نوافع عليها ونيجي نكتب الايميل بتاعنا مثلا زينجر نيو مثلا هيقول لك الاسم صحيح زينجر نيو كلمة المرور نكتب كلمة المرور ونكتب الايميل بتاعنا والياقون الايميل بتاع لياهو انا كنت جربة قبل كده اكتب ايميل من الجيميل لقيتي الجيميل بالشغال معاى عمال لي مشكلة فخليك في ايميلات غير الايميلات بتاعا الجيميل خليك في الاي اهو او الود ميل وتجاوب على السؤال العشوائي اللي بيتتضح عليك هو كتب لك الإجابة هو اكتبها السودان وهندوس اكمال التسجيل وهندوس سيف كده وهنشوف مفوضي جيلي رسالة تعكيد على الإيميل بتاعي ممكن نلاقيها في الإسبام جتلي في الإسبام طلب تفعيل قادي الإيميل اللي جالي تمام ومن هنا هيقول لك اضغط هنا للتسجيل طبعا هنخلي الرسالة الأول في الإنبوكس خليها في الإنبوكس ما نخليهاش في الجنج عشان الإيميلات عشان اللينكات تشتغل معايا ثم جاي يفاتح الإيميل اهو ودايس على اللينك اللي في الإيميل كده خلاص انت اتفعل حساب بتاعك شكرا لك هنخش على المنتدى باليوزر والباسورد بتاعنا وندوس تسجيل دخول هنروح لصفحة الرئيسية بتاعت المنتدى ونيجي مثلا نعمل موضوع موضوع مثلا عن البيع لو عايز ابيع حساب في السيرفر التركي لو عايز ابيع حساب على السيرفر التركي مثلا ادي قسم البيع والشراء في السيرفرات التركي هدوس موضوع جديد واكتب العنوان بالمنظر ده اكتب مثلا اي عنوان يشد الناس للبيع او مثلا للبيع حساب ويزرد مثلا ليفل 85 سيرفر اكتب اسم السيرفر اولومبوس مثلا واكتب هنا الموضوع نفسه معلومات الحساب ووريك ازاي تعمل موضوع كويس وبسيط في كل المعلومات والصور ازاي تضيفها في الموضوع بتاعك بحيث ان الموضوع بتاعك يتقابل في المنتدى ويبان لكل الناس ويبقى الموضوع سهل وبسيط لكل الناس بجي اكتب مثلا هنا للبيع مثلا حساب ويزرد معاه بريميوم مثلا 27 يوم وسلاح سلاح سلاح وكذا وبكتب اي معلومات انا عايزة وباجي بعمل بعلم على الكلام اللي انا عايزه كده وبادوسها لعلامة السنتر مثلا وبادوسها على احجام هكبر الحجم بتاعه خلاص وممكن ادوس معاينة المشاركة من هنا كده معاينة المشاركة هيوريك شكل الموضوع هيبعایمل ازاي كل ما انت تعمل حاجة في الدرافت ده تعمل معاينة قبل ما تعمل اعتماد الموضوع جديد فتشوف الموضوع الاول شكله عامل ازاي قبل ما دوس الاعتماد دلوقتي عايز احط الصور عشان تحط الصور فيه طريقة ان انت تحطها في الاتتشمنت وفيه في المرفقات او معنى المرفقات او طريقة ان انت ترفحها على النت وتحط اللينك بتاعها في الموضوع فتظهر تحت الكلام اللي انت كاتبه بتروح على موقع imagebb اللي هو شايفه بالمنظر ده ده موقع free image hosting تقدر تحط عليه الصور بتاعتك بتعمل start uploading هنا وتختار الصور اللي انت عايز تحطها للحساب انا هاجي مثلا لو عندي حساب مثلا بالمنظر ده عندي حساب مثلا بالمنظر ده احط كم صورة لي كم صورة لي ادوس عليهم مثلا open هيتعمل لي upload بالمنظر ده وادوس upload سيظهر لي بالمنظر ده ان هو upload complete و embedded code ال embedded code هاجي هاخر واحدة دي اللي هي thumbnail linked واخد copy لlinkات كلها واحطها في الموضوع تحت هنا كده بالمنظر ده وممكن اعلم عليهم كلهم وادوس على علامة center بص كده لما ادوس معاينة بص ظهرت الصور بالمنظر ده وانت تقدر تحط الرقم التليفون بتاعك او الايميل بتاعك اللي الناس هتقدر تتواصل عليه وبعد ما تخلص تعمل اعتماد الموضوع الجديد ده طبعا في اي وقت تقدر تعمل الكلام ده بشي مجمع بس اي وقت طبعا هنستنى موافقة الادارة انت عندك موضوع كده ومجرد ما الادارة هتوافق على الموضوع تقدر الموضوع يظهر لكل الناس هنيجي نعمل اعتماد من الادارة وهريك بعد الاعتماد الشكل بيبعامل ازاي عملنا اعتماد من الادارة للموضوع بتاعنا بص لما دوس refresh كده هيظهر الموضوع بتاعي بص اهو ظهر موضوع للبيع حساب وزر نيفل 85 سيرفر أولومبوس بالمنظر ده في المنتدى هتم جاي داخل الناس هتخش على الموضوع ده هتشوف كل التفاصيل بالمنظر ده للبيع حساب وزر دماء بريميا مسلح صن وادي الصورة تقدر تفتح الصور هي بالمنظر ده وتشوف الصور بالتفصيل بالمنظر ده طبعا الصور مش وقعية مش هي دي طبعا مرامات الحساب ده الموضوع ده تجربة انا مش ببيه حاجة ده عشان تعرف الناس تعمل ازاي فمن دلوقتي تقدر تخش اي وقت على المنتدى السيرفرات التركي قسم البيع والشراء تقدر تبيع وتشتري في السيرفرات التركي او السيرفر الاصلي تقدر تبيع اي حاجة في اي وقت من ايام الاسبوع مش مرتبط بمعاد والناس كلها تقدر تخش وتكلمك وتعرف تبيع حاجتك بسرعة اتمنى ما كنتش طولت عليكم متنسوش الاشتراك في القناة ودعمكم وشكرا اشتاول عليكم واشوفكم على خير اشتركوا في القناة